التقى الدكتور محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصيحة بساحل حضراموت الأستاذ وليد بعشن نايم مدير مؤسسة أياد الخير للتنمية وجرى في اللقاء استعراض تدخلات مؤسسة أياد الخير للتنمية في القطاع الصحي للعام الجاري وكيفية دعم المرافق الصحية بالمحافظة كما ناقش اللقاء إقامة المخيم الجراحي للتخصصات الطبية استشاري جراحة العظام والمفاصلة واستشاري جراحة الأوعية الدموية واستشاري الأمراض الباطنية والمناظرة واستشاري العناية المركزة والتخديرة إضافة إلى تدريب الطباء على الجهاز الأشعة التلفزيونية اشتركوا في القناة